اتهم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم قوة الاحتلال منذ اندلاع هبة المواجهات في أكتوبر تشرين الأول الماضي ووجه رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياد منصور رسالة إلى مجلس الأمن أشار فيها أن الفحص الطبي على جوثة الشهداء أثبت استئصال بعض الأعضاء منها وهو ما تؤكده تقارير سابقة عن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال من جانبه رفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون هذه الاتهامات في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون